طبعا التقويم المصري مقاصا للتقويم اللي هناخدها بعد كده كانت الدقة بتاعته نقص لها ست ساعات بس يعني كل أربع سنين يبقى فيه فرق يوم فابتدوا يلحظوا ملاحظة دقيقة جدا حيه هما كانوا بيعملوا زي بيسلموا بعض كده فابتدوا يلحظوا أن كل أربع سنين فيه ترحيل يوم يعرفوها إزاي كان عندهم بيسجلوا المخطوطات كل يوم في السنة عدد ساعات الليل قد إيه وعدد ساعات النهار قد إيه فاكتشفوا أن بعد كل أربع سنين المخطوطة دي بدل ما تتحط في مكانها تتحط في اليوم اللي جنبه وهكذا 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 فالسنة عمالة تترحل يعني بعد أربع سنين اترحل يوم بعد تمانية اترحل يومين بعد اتناشر تلاتة ايام وهكذا لغاية ما السنة رجعت في مكانها بعد كم سنة ألف وربعمية وستين سنة شوفوا دقة التجربة بتاعتهم إيه طبعا محدش بيعيش الوقت ده كله ولكن كانوا بيعملوا مخطوطات والمخطوطات الموجودة في المعبد بيسلموها لبعض فلغاية بعد ألف وربعمية وستين سنة لقوا إن كل حاجة رجعت في مكانها تاني كل عيد جيه في مكانه ما بقاش فيه ترحيل لو حضراتكم أسامتوا ألف وربعمية وستين على تلتمية خمسة وستين يطلع أربعة فاكتشفوا لما تقسم بعد كده بقى الأربعة وعشرين ساعة على الأربعة دول يطلع ست ساعات فهم كانوا شطار جدا في الحساب فعرفوا إن سنتهم المصرية نقصة ست ساعات بدل ما تبقى تلتمية خمسة وستين مفروض تبقى تلتمية خمسة وستين يوم وست ساعات طب هل أعلنوا صلحوا الموضوع ده على طول لا الحقيقة كان عندهم صبر جميل جدا ودقة متناهية استنوا ما عدت ألف وربعمية وستين سنة تانية وتالتة وهكذا كده الغاية ما تطمنوا إن كل ما تعدي ألف وربعمية وستين سنة كل حاجة ترجع في مكانها حوالي تلات مرات المرة الرابعة بقى قالوا يعلنوا الموضوع ده هوت ترجمة نانسي قنقر